بعدين بقول قدموا له شخص يشبه بالإنسان تتعبد له جميع الألسنة والشعوب سلطانه وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرد وأنا هون بدي أتكلم شوي عن شو المقصود سلطانه لن يزول وملكوته لن ينقرد لن ينقرد بالصاحة 7 بالحلم اللي شايفه دانيال وهذا كان الجزء الأخير منه شايف أربع حيوانات شايف حيوان كالأسد وقاله وصف معين وهذا بشير للمملكة البابلية وعندين شايف حيوان آخر كل حيوان يأتي يهزم ما قبله يقتل ما قبله ويملك بدله وبقول هذه الحيوانات هي ممالك بفاسرة الحيوان الثاني هو كالدب اللي هو مادي وفارس ووقف على جنب واحد لأنه كان فيه جزء من هالمملكة المتحالفة أقوى من جزء آخر بعدين يأتي ملك نمر له أربع أجنحة المملكة اليونانية اللي لما مات اسكندر المكدوني الأربع قوات طبعه تقسمه المملكة وبعدين يأتي حيوان آخر لا يشبه بشيء ما بقول كالفيل أو كالفهد أو غيره بس بقول رابع هائل وقوي وشديد جدا وهيدي نبوة عن المملكة الرومانية ونهايتها المملكة الرومانية بيقول في قرن صغير طلع ويتكلم بعضائم فمه لما بيحكي عن المسيح الكذاب اللي بده يجي الوحش مرات تير بيحكي عن فمه متكلم بعضائم متكلم بعضائم رح يأثر على الناس بخطبه بالأفكار اللي بيحكيها منظره أشد من رفقائه وسيهزم قدسين العلي ثم يأتي المسيح ويملك اللي بدي جاري بقوله دانيال رأى بكل صفر دانيال مرة 2-3 أوقات هو يرى أوقات الملك يرى الحيوانات وتمثال نبو خد نصر تعاقب الممالك تعاقب الممالك تعاقب الممالك تنشأ مملكة ومش عم نحكي عن مملكة صغيرة على مستوى مثلا مملكة صور ومملكة صيدة ومملكة عم نحكي عن أمبراطوريات حكمت العالم في حينها فكانت أمبراطورية ترتفع وتحكم العالم تستبد به تأتي مملكة أخرى وتهزم ما قبلها إلى آخره وبالآخر بده يجي شخص يلي بتكلم بعدين عنه دانيال بتسعة وبكل تفاصيل يلي رح يجي على هذا العالم ويحاول أن يوحد العالم ببطشه وبسلطانه وثم يأتي الرب يسوع المسيح لكن شو عم بجر يقول هون سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض وكاننا عم بقول ما تخافه هذا شبه ابن إنسان آتي على سحاب المجد الذي يقربه أمام القديم الأيام ويعطى سلطان ومجد وملكوت هذا ملكوت لن تأتي مملكة من بعده تطويه أو تهزمه وتملك ملكوته نهائي نهائي فيصبح ملك كله للرب إلينا صارت بسمع صوت فهذا قد صارت ممالك الأرض لربنا ولمسيحي هذه الحلقة النهائية من تاريخ هذا العالم وهذه البشرية التي عانت الأمرين بقوله أنا بقول الأمرار يعني جمع مش بس مر مرتين وكل ما بقوله سلام وأمان يفاجئهم كالمخاضي بغتة فلا ينجون يعني هذا سيكون فيه الأيام لكن هذه البشرية كل ما منقول نتنفس سعداء وبلش تصير فيه أمن اقتصادي بينهز وأمن سياسي بينهز وحروب قال إنما حرب وخرب هاي بدانيال كمان قضية بها إلى الأبد يلي حاطت رجاءه في هذا العالم يلي منتظر يكون إلو رجاء أو طمأنيني في هذا العالم بكل الأحوال حتى لو العالم عاش في مرحل من مراحل حالة الرخاء ونحن بالموت الموت يغيبنا واحد ورد تاني الله يساعد الإنسان اللي حاطت رجاءه بملوك هذا العالم ونحن جينا خيب تعرف من الشرع الأوسط يلي عانى ويعاني الكثير من حب لديننا منصلي لأجله منصلي أجل شعوبنا لكن إذا بدنا نشوف التحذب بأبشع مشاهده وأشكاله نتأمل به هالشرق يلي كل واحد ضد التاني وكل واحد يخطئ التاني وحروب والملك الحقيقي رب الأرباب ملك الملوك بتشوف أنه العالم ما عم تلجأ لعنده لكي تخلص بهذا ابن الإنسان فإذا حين نقول للإنسان لا نعني فقط إنسان متواضع افتدانا لكن نقول أيضا الإله الذي أتى من السماء ورجع إلى السماء عن يمين العظم ونتكلم عن ملكه الذي لن يزول لن ينقرض ترجمة نانسي قنقر